اشتركوا في القناة بكل العناصر الجوية عادت تشكل بعض الصحوب العابرة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي أقصى الجنوب الجزائري وبولاية تندوف درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد تتروح من بين 5 درجات إلى 13 بالمناطق الشمالية 14 درجة بغردية 15 بالواد بسكراس 15 درجة بولاية بشار 20 درجة بتندوف أدرار إنسى 11 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي 29 درجة بأقصى الجدو عن ظهيرة الغددان الحرارة القصوى لتقارب 27 بوهران مستقن بتلمسان 24 بالجزائر العاصمة 23 بتزيوزو عن نابس كيكدا 18 ببتنا قصنطين سطيفت بسا 19 درجة بالجلفة 20 درجة بالبيض لن تتعدى 31 درجة بشمال السحراء 36 بأدرار إنسى 33 بإليزي تمنى رأس الجانات ترتفع كلما تجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 40 درجة مني أوية عن حالة البحر لنهار الغددان البحر سيبقى هادئ على طول الشريطة السحري سرعة الرياح ضعيفة لنتتعدى 20 كم في الساعة على السواحل الوسطى وحتى الغربية 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية أين الرياح ستأتينا ضمن السيارات إذن غربية شمالية غربية هذه أحوال تقص هنا بالوطن خارج الوطن إلى شمال أو إلى أوروبا إلا الأجواء ستكون ممترة بموسكو مع 18 درجة نفس الأجواء بفييننا وروما مع 22 درجة بفييننا روما تقارب 20 درجة الأجواء مغشات جزئيا بباقي العواصل مع تسجيلة 20 درجة بكيرب إسطنبول 18 درجة برلين 21 درجة باريس تقارب 20 درجة لندن 18 درجة مادريت 27 درجة وفي الأخير اللي شبونا إن الأجواء ستكون مغشات جزئيا درجات الحرارة القصوى لنتتعدى 29 درجة مئوية أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوعها نهار الغد سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا 47 دقيقة على وين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمان الله